مملكة البحرين من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية لتعزيز روح التضامن الإنساني في ربوع العالم تمتلك مملكة البحرين سجلا حضاريا مشرفا في تكريس التحالف الإنساني العالمي والتكافل والتآخي بين الشعوب وذلك بفضل المبادرات الإنسانية والمشاريع الخيرية والتنموية التي طالت العديد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لتأصيل روح العطاء ولتعزيز التضامن الإنساني كنهجا راسخ ترعاه المملكة في الوقوف بجانب الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين إيمانا منها بالكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع البشر وتمكنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برؤية عاهل البلاد المعظم وبمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبإشراف من سمو الشيخ ناصر بن حمد خلال السنوات الماضية من تقديم أكثر من أربعين مبادرة لإغاثة المتضررين من الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية وتمثلت في منح تبرعات وهبات ومساعدات إغاثية وإقامة مشاريع تنموية في العديد من الدول ودعمها لجهود الإغاثة وعملية الإجلاء إلى جانب المبادرات الملكية السامية المحفزة للعمل الإنساني الدولي وإطلاق العديد من الجوائز الداعمة للعمل التطوعي والتنمية المستدامة ويمثل هذا البعد الدولي للعمل الإنساني امتداداً لثقافة العمل الخيري والتطوعي التي تميز بها المجتمع البحريني حيث عملت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على تقديم المساعدات التعليمية ورعاية الصحية ودعم وإنشاء وتنمية المشاريع الاجتماعية والخيرية وها هي المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني بمسيرة حافلة خطتها في طريق الخير ونالت بذلك تقدير العالم لجهودها المباركة واستحقت تكريم المنظمات الأممية ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نظير مساعيها في حقل العمل الإنساني الدولي اشتركوا في القناة